شكرا جزيلا تفضلوا شكرا السيدة الأولى وأنا يشرفنا أن نرحب في البيت الأبيض برئيس الوزراء نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل والسيدة نتنياهو شكرا جزيلا شكرا يا سارة ووزير الخارجية عبد الله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة شكرا جزيلا ووزير الخارجية السيد الزاني من مملكة البحرين شكرا جزيلا نحن هنا في هذا اليوم لتغيير مسار التاريخ عقود من الانقسام والنزاع نشهد فجر شرق أوسط جديد بفضل شجاعة قادة هذه الدول الثلاث نتخذ خطوات باتجاه المستقبل الذي كل الناس من أديان مختلفة وخلفيات مختلفة أن يعيشوا بسلام وازدهار بعد لحظات هؤلاء القادة سيوقعون على اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول عربية ولأكثر من عقد أو ربع قرن من الزمان كانت هناك فقط اتفاقيتين الآن نحقق اتفاقيتين في شهر واحد وهناك المزيد الذي سيأتي لاحقا إسرائيل الإمارات والبحرين ستقيمان سفارات وتتبادلان السفراء وستبدأ في علاقات تعاونية وشراكات عبر نطاق عريض من القطاعات من السياحة إلى التجارة إلى الرعاية الصحية إلى الأمن وستعمل هذه الدول سويا كأصدقاء اتفاق إبراهام يفتح الباب أمام المسلمين من أنحاء العالم لزيارة الأماكن المقدسة في إسرائيل وللصلاة بسلام في مسجد الأقصى في القدس ثالث الحرمين الشريفين في الإسلام سويا هذه الاتفاقيات ستخدم كأساس لسلام شامل في المنطقة بكاملها وهذا شيء لم يعتقد أحد أنه ممكن بالتأكيد في هذه الأوقات وربما لعقود قادمة ولكن هذا مبني على الصداقة والمصالح المشتركة وأصدقاؤنا أو ضيوفنا من إسرائيل والإمارات والبحرين تهانينا على هذا الإنجاز الرائع تهانينا أنا أيضاً أود أن أشكر نائب الرئيس مايك بينس شكراً يا مايك عمل رائع ووزير الخارجية مايك بومبيو مايك شكراً جزيلاً ومستشار الأمن القومي رابرت أوبراين رابرت شكراً السيد جارد كوشنر جارد شكراً جزيلاً السفير براين هوك شكراً جزيلاً يا براين شكراً شكراً وآفي بوكويتس آفي شكراً جزيلاً أنا أيضاً أود أن أعبر عن شكر خاص للسفير الرائع في إسرائيل ديفيد فريدمان هذه مجموعة عظيمة من الناس من الوطنيين أرادوا تحقيق هذا لقد عملوا جاهدين لا أحد اعتقد أن هذا ممكن أود أن أشكركم جميعاً لأجيال شعوب الشرق الأوسط كانوا في حالة تراجع نتيجة للنزاع والعدوات والأكاذيب والخيانات كلها أدت إلى تراجعهم وفي الواقع كان العرب واليهود أعداء ومسجد الأقصى كان تحت الهجوم هذه الأفكار والأكاذيب انتقلت من جيل إلى آخر وغذت دورات العنف في المنطقة وفي العالم هذه الاتفاقيات أثبتت أن دول المنطقة تتحرر من هذه المقاربات الزائفة مقاربات الماضي وتوقيع اليوم يضع مصار جديد للتاريخ وستكون هناك دول أخرى تتبع آثار هذه هؤلاء القادة العظام شعوب الشرق الأوسط لن تسمح لكراهية إسرائيل أن تكون عذراً للتشدد أو التطرف هذا مهم ولن تسمح لمصير منطقتهم العظيم أن يحرموا منه في أول رحلة لي كرئيس كان لي شرف مخاطبة قادة 54 دولة عربية وإسلامية في السعودية ورسالتي في ذلك اليوم كانت بسيطة أنا قمت بحث دول الشرق الأوسط لتنحية خلافاتهم والتوحد ضد عدو مشترك عدو للحضارة والعمل باتجاه الأهداف النبيلة أهداف الأمن والازدهار قدمت صداقة أمريكا وعارضت مساعدة أمريكا وقلت بوضوح أن دول المنطقة عليها أن تقرر نوع المستقبل الذي يريدونه لأطفالهم ولعائلاتهم ولبلادهم ولأنفسهم لم أو لا يختار أحد هذا ولكن عليهم هم أن يختاروه اختاروا التعاون على النزاع الصداقة على العداوة الازدهار على الفقر والأمل على اليأس اختاروا مستقبلاً فيه العرب والإسرائيليون المسلمون واليهود والمسيحيون يستطيعون العيش سوياً والتعبد سوياً والحلم سوياً جنباً إلى جنب في انسجام وفي سلام مرة أخرى دعوني أهنئ شعب إسرائيل وشعب الإمارات العربية المتحدة وشعب مملكة البحرين بارك الله فيكم هذا يوم لا يصدق يوم رائع للعالم وهذه مناسبة عظيمة وأود أن أشكركم أشكر أعضاء الكونغرس الموجودين هنا أعضاء مجلس الشيوخ والنواب نحن نقدر حضوركم الكل أراد أن يكون هنا هذا يوم هام للعالم يوم هام جداً للسلام ترجمة نانسي قنقر